تقوم الحكومة بجهود كبيرة من أجل توفير المخزون الاستراتيجي من السلع بكميات كبيرة وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بزيادة مقررة على بطاقات الدعم من السلع طبقا لبرنامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجة جهود كبيرة تقوم بها الحكومة لتوفر المخزون الاستراتيجي من السلع بكميات كبيرة يأتي هذا المخزن بمحافظة الجيزة ليكون شاهدا على جاهزية واستعداد الحكومة لتوزيع السلع التموينية لشهر أغسطس الجاري على المنافذ وبدء صرفها للمواطنين مواطنية الجيزة بتسرف تموين في الشهر ما يعدل بـ 98 مليون للبدلية التموينين وجمعياتي بقائمة أسعار وبتوفر في جميع الفروع قائمة المنظومة حضرتك والتي هي 25 سلع بالنسبة للمخزون الاستراتيجي المنظومة التموينية بتكون من 25 سلع 25 سلع متوفرين أساسا بما يكفي متوسط من 3 إلى 6 شهور في جميع المخازن والمخازن الاستراتيجية والمصانع السلع بتورد أساسا بينصرف الدفع الأولى للبدلين التموينين وجمعياتي انبتدى ينصرف فيها من 27 من يوم 27 من الشهر الماضي فالحمد لله عندنا مخزون لا يقل عن 3 شهور مخزون استراتيجي موجود من كافة 25 سلعة بالنسبة لعندنا 160 فرع متطور وتجزئة موجود على مستوى شركتنا موفرين فيه بيصرف منه نقاط الخبز والتموين المواطن بيخش يصرف منها وبيخش ينقي احتياجاته منها موجودة بصفة منتظمة أما هذا المنفذ فهو واحد من 40 ألف منفذ تمويني يقوم بصرف 25 سلعة تصرف شهريا للمواطنين وسط حملات رقابية يومية على هذه المنافذ للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بالإضافة للتأكد من جودة السلع طبعا زي ما حاك شايف في المكان الحمد لله السلعة متوفرة والأسعار مناسبة وزي ما حاك كنت في زيارة المخازن الجملة الحمد لله ما فيه السلعة نقصة السلعة كلها متوفرة بالأسعار الرسمية والسلعة كلها متاحة بكميات المواطن عايزة والحمد لله كل حاجة موجودة احنا في فترة القمس ايام الأولين بنبقى معادي من 50-60% من تارجة المنصر في طول الشهر وده يؤكد ان السلعة كلها متوفرة كون المواطن بيصرف طول الشهر في خلال 30 يوم ونص المواطنين اللي بيصرفوا طول الشهر يصرفوا في خلال 5-6 ايام ده يؤكد توفر السلعة السلعة متوفرة كان مكيف كل الأصناف موجودة كمياتها موجودة ده السلعة اللي هي متوفرة تبع وزارة التنمين بالإضافة للسلعة الحرة اللي احنا بنجيبها دي على فرق العيش تأتي هذه الجهود تزامنا مع توجهات الرئيس السيسي بزيادة مقررة على بطاقة الدعم من السلع طبقا لبرنامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا والتي ستنفذ قريبا لمدة ستة أشهر محمود جميل التلفزيون المصري